بس ادي شيئلة كبيرة قوي انا مكنتش عاملة حسابي على كده انا احها تقدر تشيلي ولا تيلي عليكي بتهيقلي انها لو تيلي علي ما كنتش فرج تاني عليها مش كده كده الصراحة ان انا من صحة ما شفتك وانا عرف تيلي على مقاسي ويلي مش سكتك هلا وكمان عرف اللي على مقاسي ده انت عينك علي من زمان قوي بقى من ساعت ما شفتك هندي بدير الله رحمه وانا امنت ان في يوم من الايام ما هيحصل بنا وبنبعد شغل شوفي بقى البناء هدم ونصيبه وعلى فكرة كل حاجة بتبقى مكتوبات كبيرة والله النصيب نصيبيها دلوقتي وروحي نام انت تعبت يلا خلي اوه احنا كنا بنقول ليه كنا بنقول على الجبينة ويا ترى بقى كان مكتوب على جبينك ان انت هتشاهلني عقود بخمسين مليون خمسي هاهههه هاههههه شوي انا نحبش في حياتي ادسة القرنوع أصلها بتبقى هوا مانا يادرا أوي ما تدينش بداه أصدك إيه؟ أصدي إن فيه صفر إحناي ينقبل خمسين ما أخديش فالك منه خمسمائة مليون؟ ها؟ خمسمائة مليون؟ خمسين مليون بول نديهم لكومي يلعب بيوم وشوية راملة وصلاة وشوية عمالات إنما بها اللي معها الشايب تخليه الأخر والأخير إيه؟ ربه كريم؟ قوعة بس تقول على نفسك شايب إذا أنت فائز شبابك بس مول إيدة اللي بخمسمائة مليون؟ مدينة مدينة جاملة وسح أوي الناس تجيها مئة مرة وما يجيبوش آخر بس أنا معيش تيولة لكل ده أنا أنا روحت فين؟ مش هو ده؟ اتفاقنا ما صدرك مكاني في حاجة؟ ما تصدريني مكانك في حاجة؟ مش ده برضو؟ اللي كان بينك وبين الكومي؟ وأنا إيه؟ والكومي إيه؟ لا يا حبيبي الكومي ده جوزي يعني في بنا ورق وعقود وتوكيل رسمي يعني روحوا فيدي أنا روحت حتى أمرك بش أنت وليه أوه بس على إيه؟ أنت إيه؟ أنت إيه؟ تجي بك ملكومي ونكمل مع بعض هو في كده؟ ها فيه كده وابو كده وم كده وكل كده إيه 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 دخلتين تساياة؟ أنت لاب سباعك؟ أيو أنا لاب سباعك أتوه؟ أتوه لأيه فيه ايه؟ هتقول لدي كمان مش حكاية يا معا هتقول لدي ايه وقع ايدك ما تمسكنيش يا نوح بقول لك ما تمسكنيش أنا داية فيه فيه ايه حذرتك الله ما تلقيش عالي الشارو بستحملي يا حبيبتي كلنا مقدرين اللي انت فيه وعارفين انه صعب صعب اللي انا فيه دا مالوش اي وصفي عليه لك يا حق بس برضو عايز افكري كانك قد الموقف مش اصغر منه انا الكام يوم اللي قضيتهم انا خلونا حس ان انا ضعيفة ضعيفة قوي انت مش ضعيفة اوعى سمعت تقولي كده تاني انت لما اخترت اتقربي من عيش الدبابير كان اختيارك لوحدك كنت فهمة كويس انهم لو عارفوا مش هيرحمونك كنت متحملة القرار دا ونتايبه بس مش بالشكل دا لي العقاب اكبر بكتير الغلطة اللي انا عملتها ليه بتسامي اللي عملتي دا غلط انت مغلطيش انت بتدوري على حقك حق الرضا اللي اختفى من وسطينا بدون سبب او جريم عملها لو غلط ان انا ندور عليه ونلاقيه يبقى اختفاء وبنسميه ايه انا ضعبانة ضعبانة قوي ليلى حاسة بعد كل اللي بيحصل لي دا ولسه هيحصل اني مش هوصل لحاجة انا فعلا ما وصلتش لحاجة واقفة محلك سر الرضا فضل يدور على الحقيقة تضيع الغد ما ضاع وراه زي مغناطيس بيشدك كل حد بيقرب منه وبدأ يشدين انا كمان يا لازم بضيئة يا لازم ما تقوليش كده احنا كلنا معيك دا حتى اشرف جالي وحكالي على اللي حصل وهو بس عايزك تقابليه وتدينه فرصة انه ساعدك بيقف جملك لا 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 ريكون لحد بيقف جملي بيت ازيني وانا لسه بحب اشرف ومش احوز يجراله اي حاجة بسببي وانتي كمان ما تجيش هنا تاني وما تجيش تشوفيني اللي وسباح اليوم عادي خالص بلاش نبقى عاملين نجر بعض واحد ورد تاني بلاش يا لازم طب خلاص طب خلاص يا حبيبتي خلاص طب خلاص احببك يا ست الكل الرجل شاكلي مستحف ارزقي يعني برامج وحركات شوفيه انت بس الاول هو انا مستنيه برامج وحركات سيعيفش انت هو دا اللي واقفينك هو دا؟ هو دا قوت انا في الجرايا يا لهوي مساء الخير مساء الخير الفو مرجع الفيلم شاكلي هكسر الدنيا شاكلكم مختلفة عن التليفزيون كتير بس احلى مرسيدة من ذوق بس طريق الشورى من الامن القابل امن قومي؟ وما اللي لودي المنايل على عينه قال لي خير يا باشا بس انا فيلمي كله هلس ومزخرة يعني نفوش حاجة كده ولا كده لا بو انا مش جاي عشان كده مال عشان ايه؟ انا جاي بخصوص نوح السبعين هو مشرف عندنا دلوقتي في النيابة وشكله كده يا وراتك معه في مشكلة نوح في النيابة وحيورطني؟ انا مش فاهم حاجة يا باشا ما ترسيني على الحوار انا قفلة تليفوني من الصبح وفاصلة عن الدنيا كلها ماشي يا ست انا فاهمك نروح السباعي مشرف في النيابة بقاله ساعتين متهم بالاتجار في المواد المشاعة لقينا اني مفيش اي حاجة وكل شيء ماشي مصبوط فاعتبرنا البلغ ده كادي وده حفظنا عليها كادي؟ اه هاري سود؟ كل ده يحصل من ورانا واحنا نايمين على ودانا؟ لغاية ما لقينا عينا مش شاعة مع حد وبعد ما كشفنا عليها لقينا اني طلقت المعامل بتاعكم فاتقبض على نوح السباعي طب يا باشا بس يعني وحضرتك يعني جاية تتطمن ولا تطمنني ولا جاية تاخدني يا أنس جنبه ولا ايه؟ لأنا للأسف جاي عشان اخليك يتقنسي مكانهم نعم لان شاء الله ما دي التوريطة اللي جوزك وراتك فيها نوح أنقم ملكيته المعامل وإلي انت مسؤولة عن كل حاجة من أول ملكية لحد الإدارة عرفتنا هنا ليه؟ لو سمحت تفضلي معايا اتفضل على فين يا باشا ما انت قبلها لازم تعرف طعم المعامل ده كله عبرق وبس وإحنا كنت بالبس بلاطي ولا لقيا في سكر ساقيم ولا فاط وعلي الدرايب وبصر ايه؟ وخبيهم فهد بك يا علا قلنا ماشي إنما يورطني ويحطهم على راسي ده شعري ده يبقى على دكر ولا يكون على رقاصة طب انت عندك اللي اسبت ده؟ اه طبعا ورقة واخدها عليه وعندما يحصل حاجة كده ولا كده الحرمي هو اللي يلبس طب كويس ما تجي بقى نكمل كلامنا في المكتب طب ما تستنى بس نعدي على المحامي هجيبي الورقة من عنده واجي بحاجة على طبي واحنا ماشينا نعدي على المحامي طيب هجي شانتاتي واجي انت عزف؟ هات شانتاتي؟ يعني ما بتنكرش يا ساد نوح وحنكر ليه ساعتك؟ العينات فعلا خرجت من المحام البتاعتنا وزي المحامي ما قلت ساعتك من فرع المانيال كمان ولازم ساعت الباشر يتم التحقيق الداخلي في الفرع ده للوصول اللي عمل كده جرامتر انت ناس اللي الموضوع بقى في ديني نيابة العامة ولا ايه؟ انا هاتفين يا باشر؟ لا مش ناسين طبعا بس المعامل بتاعتنا يعني تحت امر ساعتك عايز تفدتش في اي وقت اهلا وسهلا احنا ورقنا سليم بس اللي عنا بيه وساعتك دي تصاريح حقيقة الإشعاع والطاقة الزرية الجهة الوحيدة المنوت بيها استمح لينا باستراضي المواد ذات الخاصية الإشعاعية لاستخدامها في الأوراضي الطبية تفضل ساعت الباشر فيه ساعتك برضو تاريخ دخول الشحنة مصر وتاريخ إسلام لجنة المعامل ليها بيتفسر بيخرجوها من المعامل لا ساعتك ايه اما خرجيت شكولتنا عينة بس اللي خرجتها ويمكن ده هيكون خير او يمكن ده يعرفنا ان فيه ناس حرامية من جوا بيخرجوا الحاجات اللي حسابهم يا تقصد الحساب علي الميري لا باعت بيزنس ساعتك انا هلعرف حد اسمه علي الميري ولا علي الملكي بس انت صاحب المعامل اللي تم تصريب العينة منها بيزنس ساعتك هاعمل بيزنس لبجماعة المداب با ما تاخذنيش يعني سانا هلقيت شغلة انت الامراض دي ماشية يعني وعلى قفة من اشي قلتين ما انا نستثمر فيها شوية وساعتك دي أوراق ملكية السيدة قولها عربي نسنسلة معامل دلتا زوجة الشيخ نوح موكلي مجرد ممول فقط لغير بعدين افرت ساعتك ان هي عملت حادثة بعربية انا مشتريها لها بعور المالي اقوم انا تحبس ولا هي احكمه كويس ان علي الزفتة ده بلغنا بالله حصل وخليك توضب الورتين اللي معاك دول طيب بس رئيسي انها بغيتت عارف ان يصمم يجيب رجلك برضو يا شيخ يضرب دماغه في الحيط المهم دلوقتي عندي حاجتين عولت في الطمع الليلة كلها ولو ساعت عليك شغل العوالم تقرصها ارصى صحي والحاجة التانية يا شيخ تعرف لي مين السبب في العكل اللي بحصل لنا ده كله مفهوم؟ مفهوم يا شيخ نوح اول ما تخلص تكلمني اه بقولك ايه يا مدام فرير فين اللوقتي استني عندك راحة فين طلع قدتي يا سلام وكل اللي حصل ده حيعادي بالسهولة دي؟ وانا جايبك من نادي ولا من عند صاحبتك؟ انا مستعمك من الاسم يا مدام اه الا بعد كنت اتعمل يا줄 نوح هو انت مش قريت المحظر بنفسك والضبط قالك انه احاقى من ساحبك عايز ايه تانية بقا؟ صدق اللي تصدقه ومش بعيد بكرة تلاقي الجراية كد ولا انا في السديهة لي اذا وهو كمان وبقف معايا وهو انت كدا ودري انت كنت يعيزان يشاركوا ليه؟ أفرشلي كالسكة عشان توصلي اللي في الدماغ كسافلة انت بتضربني يا رحمك؟ وحيات امي اللي ادفعك تمن القلم ده غالي قوي طب ما تحليفي بحاجة حاجة نظيفة يا عيلة واطية العيلة قال بس انا اللي غلطة اللي اتجيلي من ورا جوزها الاولاني تعرض علي خدماتها لازم اكيد تعمل جدا في اللي بعده واللي بعده انت نسيت انت كسبت من ورايها ادي؟ انتي؟ ومال مين يعناي؟ ومع تكون نسيت نفسك يا حبيبي؟ انت كنت مجرد شوال فلوس كل يوم بيخسر اكتر من اليوم اللي قبله كانوا بيحطوك في وش المدفع زي لهبل ويكسبوا من وراك قد كده وانت هتلبس مين اللي كان بيقولك تحط فلوسك فين وتشيلها من ايه؟ مش انا؟ مين اللي كان بيجابلك معلومات عن البورسة اللي خلتك بني قادة موسط الناس؟ مش انا برضو؟ انت بيتقول ايه يا عشرة؟ اللي سمعتو يا حبيبي ما تنساش نفسك يا كومي انا يوم هما هسيبك هترجع شحيت يا اما هتبقى مرمي على زمت اي قضية قضية دي للي زيك اسمعي برا انت بيت ده ماتيش فيه ولا جازمة برا هتندم يا كومي ارجع لي السيحك اللي جاتي معا يا زمبي انت كنت راجل نياب قديم وعارف ان انا مقدرش اتعامل برا حدود الادلة اللي تحت ايديك انا عارف لكن الابضة على ربع وسرقة السيديهات بعد ذكرها في المحضر اكبر دليل ان فيه حاجة غلط ده ملوش غير معنى واحد اشريك به انها بتتعاقب على معلومات تعرفها فلف قولها القضية وزرع اقدلة اتهام جديدة ملفقة هي كمان جايز عندك حق في مسألة اقتفايا السيديهات لكن خليك فاكر ان الطريقة اللي تم اديها التسجيلات على السيديهات طريقة غير مشروعة يعني حتى لو فيها دليل برايتها لا يمكن هيعتد بها قدام المحكمة مفهوم طبعا شريك بيه مفهوم بس اللي عايز افصله لساعدتك فيه حاجة مريبة في القضية ولازم التعامل معها يبقى على الاساس ده كل اللي عندي دلوقتي يجازن بيه ان المهندسة الربع حلمي متهمة والادلة صحيحة ايه لها ان ياسبت العكس انا مقدر حيادك جدا بس المسألة بدأت تاخد شكل تاني مساومة وضغطة من جانبهم بيعكس اصرارهم على انهم لازم يخلصوا من القضية تأسر عودت ويحملوها القضية الوحدة والبنت طبعا مش حملة كده ابدا قول ليها در ساعدك ازاي زيدي انا هقدم طلب لساعدتك بنقلها المستشفى اميري تحت الحراسة نظرة لظروفها الصحية الحريقة وبطلب تأشيرها بالموافقة عليها معني جمال انت بتقول ايه؟ بقولك تردني يا نوح تردني لا طبعا مش هينفع اجيلك انا عند ماما لا ما تبعت ليش عربية ماينفعش ما عرفش لا طبعا مش عارفة فكر احسن هكلمك تيري ما تقعد يا جمال يا حبيبي البيت بيتك طبعا ما همولد ولا عايز يشمد سيتفضل اصل الدبيحة لما بتقع ثكاكينها بتكتر انا مش جاشة مش مد فيكي اه في الاول والاخر بلدو انت يا ام ابني همولا ايه همول جاي لي ان شاء الله جاي عشان اشوف الكلام الفجران ده صح ولا غلط عشان لو غلط احاول قدر اساعة تجيبليك حقيقة متشكرين يا سبنة اريحك كل اللي في الجرائي ده صحة اريحك اكتر اللي في الجرائي ده صحة واكتر منه شوية كمان انا كنت مرفقة على جوزي يعني مدورها على الاخر اتطمنت؟ اتطمن فييا يا غبية ده انا جاي بقولك انت يا ام ادري والصمعة اللي هتطلع عليك هتفضل لازق فيه طول عمر همه سمعتك سابق يا حبيبي بلاش نعاير بعض أنا لجاي عشان أعايرك ولدي فريم عايم قال ليه فريم عايده بس افتكر كده ان الواده بكرة هيكبر وجراجل تحب ناس تعايره جمه طلومك راحت ومكات ويجيبه سرتي قدامه للنهار نصيبه كده أنا عايز أجيب لك من الآخر خلي الواد يتبرى منه هقولك على أحلى منها خليه تبرى مننا احنا اللي اتنين عارف ليه عشان احنا ما نستهلوش يا ريتو كان مات في باطني بدل ما يشيل وساختنا احنا الجوز مات انت مفيش فايدة فيك انت واحدة مش عايزة بقى نظيفة لكن أنا بحاول بقى نظيف كل اللي بيحصل لي ده عشان بحاول أنطف بحاول أتغير عشان الواده لكن انت حجتك ايه بقى تكل حاجة وجريتي سبت الدنيا اللي أنا عملتها لك كل ده بسبب ايه بسبب الحاجة والقلانية اللي مالوا قلبك اللي خلوك مش شايف حاجة غير الفلوس وبس انت مبسوطة دلوقتي يا فريق اللي تسيكي بس هتباكي مش شايف غير روحك وبس لما انت بكرة هالبار ويشورك في الشارع ويطور مش عشان بستعر منك ساعة الفلوس هتنسوا حاجة أكيد لا بقول لك وراتني يا أختي سلمني تسليمة هالي دلوقتي فضل مسائل فل يا ست تقولي مسائل نوريا يا أستاذ جميل جميل جمال ومقالوش مثال يا أخوي الشيخ بتاعك لبس هالي وبحتك دلوقتي تقرط عليها ولا ايه؟ هي ايه دي اللي هلبس هالك يا مدام؟ الأهم يا صبي الشيخ النيابة بعتكي شاهلكو كده هتلبسوا لي الليلة كلها ويظهر البيب بتاعك نسيين امراته هم مسؤولة منه ولا ايه؟ ايه دي كده يا مدام؟ ما فيش كلام من ده امال انا جايلك هنا ليه؟ كرمي في عام برم الشيخ على فكرة هتفاجئ زيك بالزبط وكان لازم يتصرف ومعلش جاد فيك انتي بس احنا بتوع بعض ولا ايه يا مدام؟ واخرتها بقى يا بتوع بعض؟ اخرتها خير ان شاء الله انا جاي اقولك الكلام اللي هتحفظيه وتقوليه قدام رئيس النيابة كلمتين ورات ضغطاهم وبعدين يا سيت الكل انتي ناسية ان انت معاك ورق الضد بتقول ان كل حاجة بتاعته يعني ملكيش فيه ابيض يا ورق انت حجنيني انت هو ولا ايه؟ انتو مش بعدت واحد يشتغلني ونتوشها مني يا نور؟ لا تشيني الورقة؟ لا الحل يا حرمي الحل طبعا الورقة يا اخويا سادة وتأمن بالله يا راجل اقول لا لا إلا الله لا لا إلا الله يا سيدي الورقة دي انا كنت حتجنن واخدها منها بس خلاص تأسرت عليها المشوارة هو الورقة دي بقى كانت ممكن تشيلك الليلة بكلها نعم خلاص بقى الورقة اللي بقت معاك وبعدين انا ايه وانت ايه واحنا واحد أباك بياحنا وعلى فكرة انا مش استعلمت كمتين اللي انت قطلب لي اخر مرة وعرض الشغل بيننا وبن بعدنا مش هلقاء قلت ايه بقى؟ صد بالله اقول لا لا لله لا لا لله وانت صدقت نفسك بالله الورقة دي مش للبيع نوح الورقة دي عشان يزلك بيها عارفك امتك وحجمك هخليك تندم على اليوم اللي تلعتلك فيه مش اكتر اه من اللي بيزلل يا باب ربنا وبعدين بتعمل كل ده ليه هتاخد المرادة اياها عنك مزاج بتسلى عليك لحد ما تدلنا على مكان المهدي مهدي يدي المهدي ويدي صير هوي انا لو اعرف طريق المهدي هخبيه منك ليه السؤال ده تسأله لنفسك هترد عليه كويس بقى للايوم اللي جاية لما تعرف المفاجة لها محضرة هارك بس عايزك بقى تفكر كويس بس هتقولي ايه المسعود حجي لما يعرف ان انت السبب على جره عن نيابة طب انا مالي وما المسعود حجي وان نيابة ايه اللي انا بتتالي انا هنبقى نهرف كلمة ليش لازمة انا مش فضيلة يا نوح اصبر بس ويه اخريته الكلمة اللي انت بتعمله ده اخريته انا ممكن اشيلك من دماغي خالص بس هتقولي على كل اللي عايز اعرفه عليك وعلى المسعود حجي شوفي المرة اللي انت شفتني فيها انا المسعود دي كانت اول مرة شوفي وقال لي انه مسافر عشان يقابل المهنة بس وقسم بالله العظيم ما قال لي حيقابله فيه وقال لي كمان ان دي اول مرة حيشوفه فيها وانه مش طيق يشوفه من قصر وان الزيارة دي ملهاش اي لازمة بس لازم هو وشريكه طه يعمله الزيارة دي عشان يبقوا عمل اللي عليهم قبل ما اعمل الخطوة تانية الخطوة تانية زي ايه يا ايه دي بقى الجملة انه انا حسيت انها وقعت منه وانه ندم انها طلعت انا كمان عملت ان انا اخدتش بالي عشان ما خوفوش منه هو ده كل اللي حصل ايه يا متر انشرف هنا كثير ولا ايه ما خبيش عليك يا فاتح باشا المرة دي القضية معمولة لك وصاية التحريات ومحضر الضبط والاحراس فيهم تفاصيل وشغل كثير كان بيتم شغل كثير ايه بقى ان شاء الله مراقبة التليفونات وعينات البنجو اللي اتخدت من الارض ده غير السلاح اللي تلاقي من غير الترخيص والستات والرجال اللي اتبسكوا وتعملتهم قضية ضعارة يعني والاجرات اذن النابه سليم غير الحاجات اللي تلاقي تلابس طبعا تلابس اه غفين اساس بتاعك بعتك تدرش لك المتين دول وخلع ايده هو على كدة ولا ايه يا باشا الاساس سلامه برا مصر وهو اللي كلمني عشان يجيلك اسمع يا ابني انت لسه عائد سهية بلغ الاساس بتاعك يسيب اللي في ايده ويحضر ويتصرف ولازم يتصرف يعمل بقى شويتين بتوقع اللي بياخد عليهم قد كده كل مرة يا باشا نافيش يا باشا اللي بقولك عليك نفسه انا لو ما طلعتش من هنا مش يبقى حلو لتكل بلغوا كده تمام تمام يا باشا بلغوا كمان لو بيفكر يأكلني ليهم هيزعم وناس كتير جنب منه هتزعم شفات حبوبوا اللي تعمل عن طرق السلام يا عبا مش فضلك بقى سبيني بقى حرام عليك خرمانات يا بيت بل حد دلوقت ما حصلش غير الاصول واسبعي انت ملكيش دخول الجنة اللي بردى جوزك وهو ما هوش داخلها اللي بردى أهلا يبقى الاصول ايه انك تبقي مداز في رجلاله تختميهم اجوهض يا بيت اجوهضي تغسلي ما بعرفش تتعلمي ما بعرفش والله العزيم ما بعرف بنات البت حيجيبولك خلاجاتهم دلوقت تخسليهم زين ولو واحدة فيهم مش سكت انا اللي حاخد حاجها منك فهمها اغسلي يا بنت الكلب 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 قولوه ولا الكلب يا بنت الكلب تحاجة يا بنت الكلب يا بنت الكلب واهرا نفسك بقى بتكلمتين لي سماع عمرك طنيبك كان عنده حق يقولك عالجرح وش كده؟ جمال طول عمره كان عنده حق أنا فعلا زي ما هو اللي بيقول طماعة وأنانية واستكينة سرقينة هو الوحيد اللي كان بينسحني بدون ايدي وكان بيوصبر علي كل كلمة كان بيقول هالي كنت ببقى متأكدة انها في مصلحة دي بس كنت بقى عند بقول لا ما عرفش اللي يبقى عمرك محبتي؟ بالعكس أنا عمري محبيت غيره ومتأكدة ان ده اكتر واحد حبني في حيتي كنت بس اندق كل كلمة بيقول هالي بس كان غصب عنه أيوان كان غصب عنه ما هو جالي بعد حرمين سنين كنت كلما شوف حاجة فيه يتحدى بعين زيها ما هيقدر على القدرة اللي ربنا يا حبتي عمري جايتم بيقول كده بس انا كنت عايزة ساحر وجمال مش ساحر جمال ما كانش حيلته غير قلبه وحنيته وانا ضيعته شكرا مين اللي كنت واقف معاه ده؟ دي ستة المفاجأة اللي انا كنت عاملها لك مفاجأة؟ طب اشرب 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 لحسن الفراولة لما بتسخن بيبقى ملهاش طعم انت مش كن نفسك سافري ياه وما انت لسه فاكرة طب يا فريال علي مو انا حاجة سلك اللي ارتين في الغرداء ومكتب السياحة بعطت الحجز مرحادي الغرداء مرة واحدة وجاي على نفسك كده ليه؟ وشاركة سياحة ومندوب كل ده عشان الغرداء وبعدين ما خلتش المندوب يروح لنا عالبيت ليه؟ ولا استاذ رجائي ممكن يباقي ان احنا مسافرين مع بعض تعدامني يا فريال انا حتى كنت بفكر خلي سليمي واض معانا وتسافر انا ونتي لوحدينا انا مش راحة الغرداء ما بحبهش مال الغرداء ما كل الناس بتروحوا عادي اديك قلتها بعض مثل سالك كل الناس بتروحوا يوم ما تسيجي توديني حتة توديني الغرداء انا يوم ما مسافر عايزة اروح اسطنبول اليونان تايلند مش الغرداء زي كل الناس معلش تعالي عن نفسك الملاضي ومشير الغرداء كل مرة الجاية غضيك لحتيني انت عايزة بس واحدة واحدة ولا واحدة واحدة ولا نص واحدة جمال انا بقالي قد اياه ايلانك ان انا عايزة سافر وانا كنت مجهول اعمل اياه وإيه جديدي حبيب ما انت على طول مجهول انا بقالي شهرين بقولك ان انا عايزة سافر يوم ما تيجي بقى تصفرني تحجز لي ليلتين في الغرداء انا مش رايحة لو عايز تروح ونفسك هفك قوي على الغرداء اتفضل خد ابنك وروح انا تعودت على قاعدة البيت غرداء ولما هي الحكاية كده كنت بتتمردي ليه بقى على عيشتك ومش طيقاها ندمتي دلوقتي يا فريال ندمتي وعرفتي انت زلمتي وزلمتي ابنك وزلمتي روحك كمان قابليهم عرفت هيفيد بايه الكلام ده دلوقتي حتى نصيحة مش عايزة تسمعي نصيحة؟ انت بصدقة نفسك؟ نصيحة ايه؟ هو انا مين اللي خلاني كده؟ مش انتي؟ مين اللي كبرني على الحرمين؟ مش انتي برضو؟ افكرك لأونسيا مين كان بيقولي يا بيت؟ شوفي تجابت في الوثمين؟ شوفي عملت ايه؟ شوفي عايشين نصدقين؟ مش كل ده انتي؟ ولا نصيحة الكلام اللي كنت بتقوليه لأبويا؟ دلوقتي جايبت انصحني؟ خليها لنفسك خليها لنفسك يا ست الشيخة ولا اقولك؟ مبقاش فيها فايدة اصلا مبقاش فيها فايدة اصلا ما هو اللي يبدأ عوج يتنو طول عمره عوج يتنو طول عمره عوج يا فندم اللي حصل معاي وبشكل متكرر خيابة اللي اتأدب معقول ظابط سابق زيك ومرشح لمسؤولية جهاز مهم بتوصية شخصية مني أنا يعمله مع كده اخس يا علي اخس البلد بازت يا علي حقيقي البلد بازت هو انت مكنش معاك كرنيت طلعه لهم طب يا اخي كنت التسلبية وانت معهم في الكمين كنت اتوسط لك وخلصك على طول بس حاول ايه بقى حاول ايه كل عمل بشري مهم وانجاز عظيم لازم يبقى فيه نسبة فشل حتى لو واحد في المليون وده ما بيأكدش ضعفه بالعكس ده بيثبت سلامته وارد جدا ان يحصل فيه مشاكل بس بتتحل وانت يا علي بقى ليثبت الفشل دي يا فندم اللي حصل معايا هو بشكل متكرر بيدل على ان في حد من جوه الجهاز بيعطل شغلي واحنا مش ملايكة يا علي احنا مش ملايكة وجايز جدا زي ما انت بتقول كده تلاقي نفر اتنين عاشرة حتى من زمايلك بيحاربوك وشايفين انك غير كفء للبكان اللي انت فيه ده دورك بقى انك كنت تستحمل وتاخد فوقنا فوقك وفي نفس الوقت تنفذ المطلوب منك باعلى كفاءة انا بطلب من ساعاتك فرصة اخيرة اعلك بيها الموقف ارجوك فرصة اخيرة فرصة اخيرة ليك ولا ليهم فعندما اوعى تفتكر ان واحد بضعفك ده انا اسمح لهم ان هم يكسروا اكتر من كده وبالتالي انت فجازة مفتوحة يا علي وانا كده بابا بحميك عارف ليه؟ عشان انت نثبت الفشل اللي بتثبت سلامة شغلنا الزبا باؤثة험 باقدة هزني ساعاتك يا خلي بالك بس اتبعني بقية جديدة مع السلامة مع السلامة يا فنتي ايوه في حاجة لا بس كنت بشوفك جاي على الغداء ولا لأ احتمال اهو اقولك مش هينفع لاني هتطر لانزل تاني بالغل كيكي كويسة اهو الحمد لله في حد من المكتب بعت معها البتين دا وليها تمام خديهم مننا تمام ها كلمك تاني اوكي سلام نعم سلام هو هيرا وحيمت السبت بس اه تمام سحب ايوه تلتمية وعشرين القاهرة طيب هكلمك تاني